السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض هنتكلم النهاردة على اول طبعا هو هو ده اهم بيتم في هنشوف ازاي ممكن نعمل على بنعمل ليه حاجات كتير في ده اول المسال هناخده زي ما احنا شايفين كده كاتبين ده خاص انا ممكن اعمل للبرومين الكولورين اه على زي ما احنا شايفين قدامنا كده ده اللي هو الاسيلين مع الكولورين بيحصل ويتم اضافة اه الكولور اه وان كولورايد ان كاربون نمبر وان والاضر كولورايد على الكاربون نمبر تو وشان كده بنسميه وان تو داي كولورو ايثين طيب ايه حكاية الانتي اديشن الانتي اديشن انا عندي هنا بتاعي بلونر اه اه لان دي اس بي تو اس بي تو تمام ما بيحصل اديشن الاتنين كاربون دول بيتحاولوا الاس بي سوري فهايبقى عندي اه would اه اه اون كولورايد اتم هتبقه ابو فبلين والساكن اه اه اهم هيحصل لها اديشن او هتبقه behind the plane زي ما احنا شايفين كده واحدة اه causeHA Custom dropouts ده اللي احنا بنسميه anti addition يعني الاتنين. حصل لهم اديشن من اديشن. ايه بقى بيحصل او ازاي بيحصل اديشن ده اللي احنا اتفقنا اللي هيبقى اسمه ايه المكانيزم ونشوف بتاع. ادي احنا قلنا ان هي بتبقى بتبدأ تعمل على البرومايد ايون. البروم زي ما احنا شايفين كده البند ما بينهم بيحصل اه اه فالالكترونز بتحصل لها شفت في السيجما بوند يمت البرومايد. فبيبقى هنا دلتا بوزتة في تشورج على البرومايد اللي هي قريبة من الدبل بوند. فده الكتروفليك قديش. الدبل بوند بتبدأ تعمل اوكي? وعندي جود ليفين جروب اللي هي البرومايد ايون بتطلع وتاخد النجاتف تشورج. بعد كده بيتكون عندي الكربوكتين. طبعا الكربون دي بتبقى انستيبل لان بيبقى فيها فيكنت اوربيتال. البرومين بيبقى عليها لومبيروف الكترونز وبتعمل شيرينج بالالكترونز بتاعتها مع الفيكنت اوربيتال وبتكون لي البرومونيوم ايون اللي هو بيبقى زي ما احنا شايفين كده. فبتبقى بلكي البرومايد ايون اللي هي طلعت في اول ستب بتبدأ تعمل اتاك على الكربوكتين بس بتعمل اتاك من الاضر دايريكشن ليه? لان هي لو جدت تعمل اتاك من اه اللي هو من نفس المكان اللي دخلت منه البروم الاولانية بتلاقي ايه? تلاقي لان في هنا ايه? في هنا اه رينج بلكي كده عاملة فبتيجي من او من وتعمل على الكربوكتين عشان كده بيكون البروم الاولانية دخلت من البروم التانية دخلت من وكانت النتيجة ان انا بقى عندي ايه? ان انا بقى عندي البروداكت بتاعي ايه? عشان كده بنقول بتاعت الرياكشن ده ان هو بيحصل والبروداكت بيبقى ايه? بيبقى ايه? 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 ماشي? اهو ده البروداكت ده. طيب ماشي. بعد كده هنتكلم ايه? حنتكلم على ان انا لو حطيت بقى مفيش هالوجين خالص وحبيت اعمل على الالكين او اعمل بعد كده هنتكلم على لو انا جبت الالكين بتاعي وحطيت عليه مية مش هيحصل ليه? الدبل بون ده مش شايفة حاجة عليها بوزيتف او دلتا بوزيتف تشورج ان هي تشوفها كالكتروفايل اه تعمل عليها التاكل احنا خلاص احنا عرفنا بقى ان هو طيب نعمل ايه نحط له الالكتروفايل اللي هو يعمل ويخليه بس بعد كده بعد ما يبدأ التفاعل على طول بيحصل فانا بحط ايه الحاجة اللي تبقى عليها بوزيتف تشورج احط اسد تمام من اي كونك اسد زي سلفوريك او زي بيعمل ده ويخليه يبدأ يشتغل ايه خلاص بقى عندي اللي هي جاية من الاسد على طول هتبدأ تشوفها وتعمل اتاك اوكي وبعد كده هيتكون الكربوكاتين الووتر بقى تعمل اتاك عادي جدا وتديني الايه الو اتش فانا كده حطيت ايه موليكيول فوتر على بس نخلي بالنا الاتش دي جاية من الاسد مش جاية من الماء والو اتش التانية جاية طبعا من الايه من الووتر فده الايه الميكانيزم بقى هنتكلم على الميكانيزم فاديشن فوتر عشان نعرف ايه اللي بيحصل وايه بتاعت الموضوع ده اه زي ما شايفين كده بيقولنا ان احنا ما بنعمل طبعا النتيجة عندنا بتكون الووتر يبقى انا حولت الالكين بتاعي الى ايه الووتر عادي جدا وبيتبع يعني الاتش هتدخل على الليسة بستوديوت كاربون زي ما احنا شايفين كده ادي الاتش الدخلت وتكون عندي الووتر عادي جدا بتبدأ تعمل اتاك اوكي وبتديني ال ايه الهايدروكسل وفي الاخر هيتكون عندي الفينل برودكت اوكي يحصل دي بروتونيشن ويديني ال ايه الالكوحي الديز ازا بانتش بتاعت الطريقة دي ايه الديز ازا بانتش بتاعتها ان انا عندي كاربوكاتين انترنيديت فممكن يحصل زي ما اخدنا في كاربوكاتين ان انا لما يبقى عندي كاربوكاتين هو ايه اكتر حاجة لكن لو تكون عندي فهلاقي يحصل عندي و البرودكت هيبدأ ايه يختلفة تمام دي بتاعته الطريقة دي هل في طريقة ايه اسهل ان انا او ابقى عارفة بالزبط البرودكت من غير ما يحصل اي ان انا بستخدم كتاليست اوكي اثناء بس كتاليست تاني غير الايه غير المية غير غير هنا مثلا هنعمل هنستخدم ايه سواء كان زي ما احنا شايفين هنا او بعد كده ممكن نشوف طيب التفاعل ده اهو زي ما احنا شايفين ادي الالكين ادي الووتر ادي الكتاليست بتاعي اللي هو ده بتاعي اللي هو الايه اللي هو الالكوح حصل ادي الاتش و ادي الواتش طب ايه اللي بيتم الرياكشن ده بيتم على خطوتي الخطوة الاولانية بنسميها ايه اوكسي ميركوريش الخطوة التانية بنسميها دي دي ميركوريش تمام ادي الخطوة الاولانية اللي هي اسمها اوكسي ميركوريش ادي الالكين مع المية مع الكاتاليست بتاعي لهون ميركريك اسيتيت تي اتش اف زي ما قلنا قبل كده ده بيحصل مين هنا احنا قلنا خلاص الالكين بتتفعل بالايه? يبقى انا لازم اشوف فين الالكتروفايل اللي هيبدأ لي اتفاع لسه قايلين المية ما بتتفعلش من غير كاتاليست تمام? يبقى ما فيش غير الكمباوند ده مين بقى الحاجة اللي عليها البوزدف الميركري. فالضب البوند اول ما بتشوف بتشوف الميركري بتعمل اتاك ويطلع مجموعة وبتتكون البوند ما بين الكربون والايه والميركري. خلاص بيتكون على الكربون التانية ايه? بالزبط كده البوزدف تشارج. علشان يدين اللي هو المية بتشوف بتعمل ايه? بس ايلي بتعمل البوند وبتعمل اتاك وتدخل هنا الو اتش. طيب هنا بيقول لي الادشن ده ماركونيكوف. الاتش جي زي ما تشوفين كده بالكي قويا. فاكيد هتدخل على الكربون اللي هي الايه? فعلا. تمام? والو اتش هتدخل على المور سبستوتيوتر كرب. طيب ده البرودكت اللي احنا عايزينه? اكيد لا. انا عايزة دخل اتش و اتش. طب هخلص من الاتش جي دي ازاي? وحبت ما كانها اتش. عن طريق الخطوة التانية اللي احنا بنقول عليها ايه? دي ميركوريشن. هعمل دي ازاي? عن طريق ان انا باستخدم الريدوسينج ايجنت اللي هو في بيزيك ميديا. طبعا? بيطلع لي هايدرايد اين. واحنا عندنا هاربعة. فبيطلع لي هايدرايد اين. هايدرايد اين دي اللي هي اتش. وعليها ايه? الاتش اللي عليها نيجاتف شورج. على طول بتيجي تعمل اتش على الكربون دي. تمام? ليه? لان احنا عارفين ان الاتش بتاعته اقل من الكربون. فدي اللي بيبقى عليها اكده دلتة بصدف الشورج. فالاتش النيجاتف على طول بتيجي تعمل اتش واتطلع لي ايه? الاتش الجي. تمام? طيب. اه 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 الاتش والى ايش دخلوا من نفس الديريكشن فده بنسميه سين اديشن وبنسميه ماركونيكوف لان لو بصنا الاتش فعلا هي اللي دخلت على تمام? والو اتش دخلت على بس جايه من الوتور بس الاتش جايه من ايه من بتاعي اللي هو سوديم بوروهايدران فما ينفعشي ان انا بس احط الكاتاليست لأ لازم اعمل استبت تانية عشان اعمل ده تمام? اه اه ده اكزامبل بيبين دي قوي برضو ازاي اتطبقت ادي عندي الكين ادي هنا طبعا دي ودي عليها هعمل ايه? هيحصل خطوة الميركوريشن قلنا الميركوري هتخش على وبعدين الو اتش هتخش على بعد كده لازم استخدم في بيزيك ميديا هيحصل او بالهايدران فده بتاعي الفاينل الالكوحول وحصل اديشن للووتر مالكيول اه اه اكوردنج تو ماركونيكوفر وهدي الاتش دخلت على الاتش دخلت على المور طيب الميكانيزم بقى اللي بيتم يعني شبه الهالوجينيشن قوي هنشوف برضو ادي الاجل الميركوري اللي هو اللي عليه بيحصل الكربوكاتين بيتكون اللي هي الميركوريوم ايون بيحصل اتاك هايدروكسل جروب من فبيحصل الجروب بعد كده بيحصل بتيجي تعمل اتاك وتعمل للميركوري برضو من فبيبقى الهايدروكسل اوكي والبروتون اللي دخل مكان الميركوري دخلين من نفس العشان كده بقول ان هو طيب انا مش عايز اعمل بتاعي اكوردنج الماركوريوم لأ ده انا عايزه يعني العكس يعني تدخل عن زي ما هشايفين كده ادي القلكين بتاعي عايز احط والووتر موليكيول دوت عايز احط هنا اهي عايز احط الاو اتش على اعمل ايه بنعمل حاجة اسمها اكسيديشن ليه لان هو برضو خطوتين اول خطوة بعمل تاني خطوة واضح يعني ان انا بعمل ده الهايدرو بورين وادي الهايدروجين بيروكسيد اللي هو بتاعي ليا خطوة الايه ده النتيجة ايه النتيجة ان بيحصل الانتي ماركونيكوف يعني العكس الاتش دخلت على المور سبستوتيوت كربون والقواش دخلت على الايه الليس سبستوتيوت كربون طيب ده بنسميه سن يعني معنى كده ان الاتش والقواتش دخلين من نفس الايه من نفس اه يبقى عندي سن لكن طب ايه اللي بيحصل وليه بيحصل سن وليه بيحصل الانتي وكلام دك كله اول حاجة هنشوف خطوة الهايدرو بوريشن ده البي والاتش اه من الهايدرو بورين ده ادي الاتش وادي البي البي دي بيبقى فيها البورين بيبقى فيها اه اوكي فهي المكان اللي بيبدأ اوكي وبعد كده بيحصل اه البوزد في الشارج بحصل اديشن ليه الاتش فبيعمل ايه ادي البي اتش تو كل اه هايدروجين من دي بيحصل انوزور اديشن انوزور اديشن وبيديني ايه اه تلاتة من الالكين بيحصل لهم اديشن ري اكشن مع ايه البي اتش اه البي اتش سري طيب احنا لازم بنستخدم البي اتش سري ده اه اونستيبل وفليمبول واكسبلوزف وتوكسيك جاز وكده فممكن نستخدم البي بورين كسورس لي البورين اللي هو قدامنا ده هوت اه وعشان نعمل له وما يبقاش يعني واحنا بنشتغل بيه فبنستخدم الصلب انت اللي هو تي اتش اف ده بيعمل له اه 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 ري اكشن وبيكون البي اتش سري تي اتش اف ده هو التترا هيدرو فيوران السولفنت اللي احنا قلنا عليه بيكون سولت كده فبيبقى ستيبل بس بارده في نفس الكلام بيبقى ايه بيبقى ستيبل بس ستل ري اكتف يعني هيتفاعل مع الالكين بتاعي بس بقيت سيف كده انا طيب ادي الالكين بتاعي ده السايكلوهيكسين ده البورين بتاعنا اوكي وادي السولفنت اللي مهم جدا عشان يعمل ستابليزيشن البورين او الهايدروبورين بتاعنا وبيحصل زي ما قلنا بيحصل للتلاتة موليكيول من الالكين مع البي اتش سري يعني بتاعيتنا زي ما احنا شايفين كده تلاتة الكين لواحد بي اتش سري بيديني تلاتة اه اه استاب ويديني تراي سايكلوهيكسايل بورين طيب بعد كده بيحصل ايه لازم احط خطوة انا كده لسه ما جبتش الالكوحل اللي انا عاوزه اوكي ما بنعمل بقى كل دول كده بيتحوله الى هايدروكسل جروب يتحول الى تلاتة هايدروكسل جروب زي ما احنا شايفين ده اللي هو مهم ما استخدمه دي خطوة البوريشن او الاديشن الاولانية بعد كده لازم اعمل عشان احول كل دي لالكوحل يبقى انا هنا كان عندي هنا في الاخر عملت ادي الاتش هنا طبعا مش باين هو ماركونيكوف ولا انتي ماركونيكوف بس هنجيب الاكزامبل اللي فات كان باين فيه طبعا وهنشوف هو مش ازاي تماما هنشوف بقى هو هو لان طبعا الاتش بتدخل دايما على والواتش بتخصش على فهو آآ آآ اديشن تمام سن آآ اديشن سن نان ماركونيكوف هنا المسال ده واضح لان في هنا آآ على الالكين فهنا هو تلبي اتش سريو تي اتش اف ده الهايدرو بوريشن وبعد كده اداني الاتش ولواتش لو بصينا البوزيشن تاع الاتش ولواتش هنلاقيه آآ آآ نلاقيه سن وانتي ماركونيكوف تمام؟ طبعا آآ ايه اللي بيحصل بقى بيحصل اول خطوة آآ البي والاتش بيدخلوا من نفس الديريكشن انهم بيتم بتاعهم في نفس الوقت بعد كده بنعمل خطوة اللوكسديش طب ازاي بيتم بتاعهم في نفس الوقت ده زي ما احنا شايفين كده اول خطوة بتبقى وزود كربوكاتين يبقى هنا مفيش اي كربوكاتين بيتكون تمام آآ فاكيد مش هيحصل ايه مش هيحصل فاحنا زي ما احنا شايفين كده ادي الهايدرو بورين وادي الدبل بوند بيحصل ايه على الدبل بوند من نفس الاتجاه يعني البي والاتش بيدخلوا في نفس الوقت ويتكونوا اللي قدامنا دهيت اوكي ايه البورين هي او زرة صغيرة بس هي اكبر في الحجم من الاي من الاتش فلما بيحصل خطوة البي بتقف عند الكربون اللي هي السبستوتيوت عشان هي عندي عشان والاتش طبعا صغيرة فتروح تقف عندي مين عنده عشان كده بيحصل الايه الانتي او النون اه او انتي ماركونيكو في اديشن تمام بعد كده خلاص الرنج دي بتتكسر وخلاص حصلت خطوة الادشن دي البي اتش دو ودي الاش دي بتتكرر كمان مرتين عشان لسه البي والاتش فيه اتنين من اتش هيحصل كمان خطوتين اه من الادشن تمام طيب اوكي هنتكلم على ايه تاني بعد كده خلاص احنا عملنا اديشن في اوتر يقام باستخدام يقام استخدام يقام استخدام وعرفنا الميكانيزم وعرفنا مواصفات في كل خطوة في كل طريقة والادوانتش بتاعت كل ايه كل طريقة اوكي هنعمل ايه تاني هنعمل ممكن نعمل على الالكين بيديني ايه اسمه ايه احنا الخطوة اللي فاتت كان بيديني ايه بيديني الالكهول هنا لو عملت الالكهول هيديني الالكهول زي ما انتشايفين كده شبه الووتر اه بس احنا الووتر عندنا اتنين اتش لا هنا بنشيل واحدة من الاتش دي ونحط ايه 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 فده الميثانول مع الالكين ده برضو بحتاج زي ما انتشايفين كده لان ده عشان يعمل فلازم احط الاتش فهي الاتش دي الالكتروفايل اللي بيبدأ التفاعل بعد كده بتبدأ تخش الايه بقية الالكهول يعني زي بالزبط الميكانيزم اللي اخدنا في المياه ادي اتش وادي ايه اه او سي اتش سري والبرودكت ده طبعا لو بصناه وكده ادي كاربون اوكسجين كاربون فده ايسر اوكي ده الميكانيزم بتاعه زي اللي فات بالزبط دي الاتش اللي هي جاية من الاسد هي اللي بتعمل الاتاك بيكون الكاربوكتين طبعا لو في فورسة اكيد هتحصل ادي الهايدروكسل بتعمل اتاك على الكاربوكتين بعد كده بيحصل وفي الاخر بيبقى هو ده بتاعي ماركونيكوف اديشن ادي الاتش دخلت هنا و ادي ال او سي اتش سري دخلت هنا والبرودكت ده اللي هو تمام طيب في اديشن تاني مهم جدا برضو اللي هو اللي هو اللي هو سمه ايه هنكون حاجة اسمها ده الكاربين تمام? الكاربين ده ده مركب طبعا بيتكون اثناء ما انا بعمل التفاعل ان هو لكن لكن وقدرش اعمل له ستورج بس اقولها احضر الكاربين النهاردة وبكرة ولا بعده وهبقى ايه اعمل استابت تانية لأ انا بحضره على طول ويدخل في التفاعل على طول لانه ده شكل الكاربين ده كاربون بتبقى اس بي تو اعمل اتنين سيجما بوند مع اتنين القايل جروب او مع ممكن يبقى الاردي تبقى هالوجين زي ما نشوف مع بعض دلوقتي وبعدين بيبقى فيه تاني اوكي بيبقى اه اللي هو برضو بيبقى عليه اللومبير دول تمام? وبيبقى فيه بقى اه بي اربطال فاضي فتشكل الكاربين وهنتكلم عليها كمان شوية تفصيل بيحصل الكاربين على برضو بيحصل وبيتكون الايه اجل الكاربون بتاعت الكاربين واجل الاتنين كاربون بتاعت الايه بتاعت الكي وبيتديني ده اللي هو الاسمه سايكلو بروبين تمام? طيب اه الرياكشن ده ستيريو سيليكتف والبرودكت بتاعي انا لو بدقى بالسن كل جروب هتانها في نفس المكان بتاعه يعني الاتنين دول كانوا في نفس الاتجاه برضو هما نفس الاتنين دول والاتنين دول هما نفس الاتنين دول فهو نفس لو انا بدق بالسيس هايديني سيس برودكت لو بدق بترانس هايديني ايه? ترانس برودكت اوكي? ده الرياكشن ده اوكير ان اسنجل ستاب وبيزاوت ايه? وبيزاوت انترميديو بحضر ازاي الكاربين ده مسلا لو هو الـ CH2 اوكي ده اسمه ميسيلين بحضره من دياثوميسين ده جاز ماشي اه دي نيجاتف ودي بوزد بس هو نيوترل وده ناترل وده مش سوري يعني بتحضر برضو من حاجات تانية بس ده دياثوميسين جاز ده بالهيت او باللايت بيتكسر اوكي لانه عنده جود ليفين جروب اللي هي نيتروجين جاز وبيتكون الكاربين بتاعي اللي هو الـ A المثالين. طيب في نوع تاني من الكاربين اسمه الديكولوروكاربين دايكولوروكاربين ده بنحضره من الكلوروفورب مع اللي هي البوتاسيوم هايدروكسايد بيحصل ايه بيحصل طبعا بيتكون الكاربون اللي عليها نيجاتف دي انستيبل فبتحصل ايه عندها جود ليوين جروب اللي هي الهالوجين بتطلع لي واحدة من الهالوجين وتكون لي الـ A الكاربين اللي هو بس برضو امستيول يعني اوكي فده اسمه الديكولوروكاربين فاي تفاعل بقشوف كولوروفورم وبوتاسيوم هايدروكسايد اعرف ان البرودكت هيبقى عندي دايكولوروكاربين اللي هيتفاعل مع اي الكين موجود عندي في الرياكشن طب ايه الكاربين دي وهي عاملة ازاي وهي رياكتف طب هي الكتروفلك ولا نيكلفلك هي عاملة ازاي? تمام? ده هي زي ما قلت هي ازاي بي تو كاربون اجي اتنين سيجما مع الاتنين كلور او مع اتنين كاربون واتفر او اتنين هايدروجين تمام? وعندها ابتال فيه لومبير وعندها بي اربطال فاض يعني شبه الكاربوكتاين كده ده كاربوكتاين هو تشبهها بالظبط الكاربوكتاين آآ عنده تلاتة سيجما وعنده أربطال فاض شبه ده كده هنا في عندنا كمان اكسيس بقى حاجة كمان زيادة بتخليها كمان? اللي هي الاسبيتول. آآ اربطال اللي فيه طيب. هي عندها فتتفعل كايه? زي النايتروجين كده ممكن تديهم. طب وعندها فتتفعل كايه? بالزبط كاليكتروفايل. فزي ما انتم شايفين كده هي عندها الحاكتين. ان هي تشتغل ايه نيكتروفايل. عشان كده اول ما الالكين اللي فيه الدبل بوند بيشوفها بيشوف ايه? فيبدأ يحط يعمل اتاك على الفيكانت اربطال. يتكون في الالكين تقوم اللومبير عاملة ايه? عاملة بوند. عشان كده هو وبتكون عندي زي ما احنا شايفين كده. اجي الالكين. اجي الكولوروفورب. مبتسم هيدروكسايت. تكون دايكولوروكاربين. هيشوف الدبل بوند. على طول يعمل لي الايه السايكولوبروبين. انا بدأ بسيس بنتهي بايه? بسيس. بدأ بترانس هنتهي برضو بالايه? بالترانس. دايكولوروكاربين للسيس ده استيريو سبيسيفيك ري اكشن. لين استيريو كيميسري? اه لو بدأ بسيس بنتهي بسيس. فانا ببقى عارفة البرودكت بتاعي هيبقى شكله عامل زي بالزبط من غير ما يبقى فيه اونوزر برودكت. هو وان سينجل ستيب. وان سينجل برودكت. عشان كده بسميه استيريو اسبيسيفيك ايه? اه ري اكشن. اوكي? برضو ده تفاول تاني سايكولوكسين مع نفس الكلام هشوف بقى على طول دول يطلعوا دايكولوروكاربين اللي على طول يديلي الايه? طيام ايه? طيام. حنتكلم على حاجة تانية. آآ خلاص تكلمنا على اكتر من مثال. آآ على شفنا الميكانيز ومعرفنا وعرفنا وعرفنا يعني ويعني ايه وكونا كتير من عندي اللي هي الالكين. طيب انا عامل اعايز دلوقتي اعمل او للالكين. هنتكلم الاول على بنسميها ايه? الهايدروجينيشن. طيب انا دلوقتي عندي آآ هعمل الالكين عن طريق ان انا بستخدم الايه? الهايدروجينيشن. في وجود كاتاليست. اوكي? عشان يديني ايه? عشان يديني اللي هي الالكين. انا حاول الالكين الى الكين. فكده طب والعكس بنسميه اكيد انا. طيب. ده الالكين. هحط الاتش تو جاز. بس لازم يبقى عندي كاتاليست. لما حطتش كاتاليست مش هيحصل الايه? اللي هي بتاعت الريدوكشن. طيب. بيقولوا ان او مكتوب يعني في الكتوب ان الرياكشن ده هيتروجينيشن. يعني ايه هيتروجينيشن? ان هو بيتم على السيرفز بتاع الكاتاليست. الكاتاليست بتاعي بيبقى ايه? باليديوم على الكربون. فطبعا بيدبش. اوكي? ما بيدبش في الايثانول. فهلاقي عندي آآ آآ الالكين دايب في الالكوحل لكن هاجي الاقي ان في حاجات مش دايبة ده الكاتاليست بتاعي. لان الرياكشن ايه? مقولش في حاجة غلط. طيب. اوكي. الرياكشن ده بتاعه ايه? سن اديشن. اوكي? يعني ايه سن اديشن? يعني الاتنين اتش هيدخله من نفس الديريكشن. تمام? يبقى الرياكشن ده برضو ايه? آآ ستيريو سبيسيفك. سنجل ستيب. لو انت بادق بسيس هتبقى عندك برضو برودكت سيس لو بدق بترانس هتبقى عندك بردك برودكت ايه? برودكت ترانس. طب اللي بيحصل ده اول خطوة بيحصل الهايدرجين. هيدرجين طبعا جايز على بتاع الكاتاليست. ادي الكاتاليست بتاعنا بليديم او بلاتينام. وادي الهايدرجين جايز بيحصل ايه على السيرفز. اوكي? بعد كده بيحصل ما بين الكاتاليست والالكين بيحصل ايه بيحصل ايه? بيحصل ما بينهم. تمام? طيب. بعد كده بيحصل ايه? فينالي بقى اخر خطوة اهو. بيبدأ الهايدرجين اللي هي طبعا مالية السيرفز بتاع المتال بتاعنا الكاتاليست. الاتش بيحصل لها انسورشن في الانتو زي دابل بوند اند ساتوريت برودكت ديفيوز اواي فروم زي كاتاليست. بعد ما بيحصل ديفيوجين وكل البروتونز تعمل ساتوريشن للدابل بوند يعني اتش هنا واتش هنا خلاص. مفيش الكترونات تعمل مع المتال فالبروتكت بتاعي بيطلع بيسيب السيرفز بتاع المتال ويطلع فيه السلوش. خلاص? يديني البروتكت بتاعي. زي ما احنا شايفين كده الاتنين اتش دخلوا من نفس الديريكشن لان المتال عامل مع الايه? مع الالكين وكمبليكسيشن مع الايه? الهايدرجين. فبيعمل ايه? بيعمل الادشن عقف من نفس الديريكشن. فاتش دخلت هنا والاتش التانية دخلت من نفس الديريكشن عشان كده هو سين اديشن. اوكي? ولو بتاعي سيس هي البروتكت الفاينال يعني ستارت سيس الفاينال برضو هيديني نفس ستيريو كاميستر. لو طبعا عندي ستيريو كاميستر. طبعا عندي اكتر من نوع من انواع الدابل بوند ممكن يحصل لهم ريداكشن. بس كل نوع من انواع دابل بوند دي بيحصلها ريداكشن بديفرنت كونديشن بديفرنت آآ آآ ريدوسينجي ايجنت. لو انا عندي المركب ده ده سايكل وهيكسينون. عندي دابل بوند الكين ودابل بوند كيتون. اوكي? لو جبت هيدرجين باليديا مكاربون. اوكي? هيحصل بس للايه? للالكين دابل بوند. الكيتون مش يحصل لاحق. طب لو عندي بنزين والكين وكيتون. ده اشتر طبعا. او كربونايل دابل بوند. حطيت الهايدرجين باليديا مكاربون. تمام? اللي هيحصل له ريداكشن بس. اللي هي برضو الالكين دابل بوند. بنزين لأة والاستر جروب لأة. طيب ما دول ما بيحصل لهم شي ريداكشن بيحصل لهم طبعا. بس لما نيجي نعمل لهم مستاذي هنشوف ان هم بيحصل لهم ريداكشن بأذر ريدوسينجي ايجنت. اوكي? تمام? في كمان تريبل بوند اللي هي بتاع النايترايل. او السيانو جروب. دي كاربون ودي نايتروجين. عندي هندي الكين. تمام? دي اس بيتو اس بيتو. ده سايكلوكسين ما هواش بنزين ولا حاجة. عملت هيدرجين باليديام. الوحيد اللي هي هي الالكين. آآ هنكمل مع بعض. هنتكلم بقى على ايه? هنتكلم على آآ الوكسيديشن. كلمنا على وعرفنا ايه ريدوسينجي ايجنت اللي بيعمل الالكين. هيدرجين وفي وجود كاتاليس. هنتكلم على الوكسيديشن او بالكينز. الوكسيديشن بنسميه هيدوروكسيديشن. وبيحصل فيها آآ اكيد آآ كليبتج. الوكسيديشن. انا عندي هنا هعمل اوكسيديشن باكتر من اوكسيديشن جي ايجنت. هناخد مثال الاوزميام تيترا اوكسايد والبرامينجانيت. اوكي? الاتنين دول هيدون نفس البرودكت. زي ما عشالكين كده? ايضايول اول من سنة. ده الالكين. ادي الاوزميام تيترا اوكسايد. آآ بيديني اللي هو الجلايكول اللي هو الوان ادي هيدوروكسل جروب دخلت هنا. واجه هيدوروكسل جروب دخلت هنا. يبقى انا عملت اتنين آآ بوند مع اوكسيديشن. فده اوكسيديشن. فده بنسميه البروبايلينجول. آآ جلايكول. طيب. ايه اللي بيحصل? الادشن. بيتم من نفس الديريكشن. يعني ده السين اديشن. ادي البرمينجانيت برضو. خلي بقى لنا البرمينجانيت بتعمل نوعين مختلفين من التفاعلات. سواء آآ كان يعني كولد ولا بعمل هيدين. احنا اللي بنتكلم عليه دلوقتي الكلد قالت بوتاسم برمينجانيت. ادي الدابل بوند برضو بديديني الوان تو ضايول اللي هو برضو اللي هي اللي جلايكول. طيب. الكين اوكسيديشن نشوب بقى الميكانيزم بالسن. وبيديني الوان تو ضايول او الوان تو الستيب دي عن طريق ان انا بقى استخدم ازميهم بحتاج معا كمان هيدروجين بيروكسايد في نفس الخطوة. ليه? لان اول ستيب بتبقى عملية بيتكون عندي. طيب انا مش عايزة ده بتاعي انا عايزة الوان او 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 ال للكاتاليست بتاعي اللي هو او بتاعي ويحوله تاني يبدأ لي التفاعل. ماشي? باستخدام بقى البرمينجانيت برمينجانيت اهيه برضو نفس الكلام بتكون لي زي خلي بالناها ده وبعد كده ووجود الوتر بتكسر لي جدي وتديني الاتنين زي ما احنا شايفين نتيجة الوجود بيتم ويكون عشان كده هو سين يعني انا بدأ بسس هنتيه بسس بدأ طيب احنا عملين نقول برمينجانيت طب الهوت هتعمل ايه? انا لو عملت برمينجانيت اوكي? وجيت اعملت بيحصل ايه? لا? تبقى مختلفة. اه في الحالة دي لازم اشوف كل دخلة في الدبل بوند هي كانت ولا لأ. اه طيب لو عندي الكين زي ده اوكي? واحدة من الكربون زي ما شايفين كده ما عليهاش ولا عندها اتنين اتش. لو انا عملت اكسيديشن بالبرمينجانيت بالهيتنج دي هتتحول لكربون دايكوسيد طب ودي دي داي سبستيتيوتد هتتحول الى كيتون طيب المونو سبستيتيوتد هتحولها ايه بقى? هنا ده عندي الاتنين كربون مونو سبستيتيوتد دي ميسايل ودي ميسايل. لو استخدم برمينجانيت وهيتنج هتتكسر الدبل بوند وكل كربون من اللي هي كانت مونو سبستيتيوتد هتتحول الى ايه? الى كربوكسيليك اس. تمام? طيب هنا هو نفس الكربوكسيليك اس لكن لو كان هنا مسلا ايسايل وهنا ميسايل لا هيديني تو كربوكسيليك اس. تو ديفرنت كربوكسيليك اس. از ابرودكت. اوكي? طيب. ميكانيزما هو البرمينجانيت بيحصل بتكون الووتر بتكسره بتديني لو انا شغال في الايه بالكولد او في لكن انا لو سخمت بيحصل حاجة اسمها ان البوند دي كمان السيجما بوند ما بين الاتنين كربون بتبدأ تتكسر. اوكي? ويبدأ ايحصل ماشي? لو واحدة من الكربون دي كان عندها عشان كده ده بيحصل لأوبر اوكسيديشن لان البرمينجانيت ستيل موجودة في السولوشن عندي. فبيديني الاسد. طب لو هو واحد من الكربون دي كانت اهيه وتحولت لكيتون خلاص كيتون ما بيحصلوش اوبر اوكسيديشن. بس لو واحدة منهم بقى كانت هنا اتش وهنا اتش بتتحول الى ايه? في نوع تاني من الاوكسيديشن مع الاوزون فده بنسميه اوزو نولاسيز. ادي الاوزون ده برضو قوي مع الالكين بيتكون لي اللي هي بمقول له اوزونايت دي بيحصلها وتديني الاوزونايت. الاوزونايت ده طبعا. اه فلازم نعمل ايه على طول بنحط اللي هو الزينك والاسيتك اسد بتكسر على طول الاوزونايت وديديني تو كربونايل كومبونز. فبيحصل للايه? للبوند دي وبيديني تو برودكس تو كربونايل كومبونز. طيب. النتيجة لان انا استخدمت ما بيحصلش اوبر اوكسيديشن زي ما حصل مع الايه? مع البرمينجانيت. فمسلا انا عندي الكربون الالكين بتاعي وحطيت الاوزون وحطيت الزينك والاسيتيت. فالضبل بوند دي بتتكسر ونحط هنا اه 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 هنا بوند او. ما فيش اوفر اوكسيديشن. فده. ده اه نوت سبستيوتد في الالكين تتحول للفورمالدهايد. ده هتحول لو لو هيتحول للهيه? هتحول الى الكيتون. زي ما احنا شايفين كده. ده تحول لكيتون. ده تحول لألدهايد. ده تحول ايه ده? ده الفرق بين الايه? مع الهوت برمينجانيت. طيب. في نوع تاني من بنسميه اه ميكانزم بتاعه بيبقى بيحصل احنا كل اللي فاد ده كان اسمه انا دلوقتي بكلم على لما بيحصل في الالكين البرودكت عندي بيبقى اسمه ايه? يعني عدد كبير من المركبات دي بتعمل بوند مع بعضها وبتديني عدد كبير جدا من المركبات عاملة بوند مع بعضها بيبقى فده بنسميه الايه? البوليمور. تمام? طيب. البوليمور مهم جدا طبعا لان البولياثيلين ده اوكي? بيدخل فيه بتاع الحاجات كتيرة جدا كل اللي هاستخدامات كتيرة جدا اه حوالينا كل اه كل يوم احنا بنستخدمه طيب. اعمل ازاي بقى فري راديكال اديشن هو اعمل ازاي بوليموريزيشن زي ما اخدتوا في الانترودكشن ان هما الاي بيبقى بيبقى ايه? بيبقى اه 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 تلات خطوات اول خطوة بعد كده ايه? تمام? بعد كده ايه? تمام? طب انا هعمل ازاي بقى? بالالكين ده? قالك بتحط انشيتور. ايه حاجة تديني اول في الري اكشن هو بعد كده بيمشي مع على طول من غير ما انا اقدر اوقف. تمام. ايه اشهر حاجة بتستخدم كفري راديكال انشيتورز اللي هي البنزوهاي البيروكسايد اللي قدامنا دي. البند طبعا ما بين الاتنين او دي بتبقى ضعيفة بتتكسر بسهولة لان بيتكون هنا الفري راديكال اللي بيحصل له مع الكربونايل ومع البنزين فهو هايلي ايه? بس استيل فري راديكال. فبيتكون بسهولة علشان هو بيحصل له بس هو اه 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 زي ما احنا شايفين كده خلي بالنا من السهم بتاع الفري راديكال ميكانيزم ده دايما هتلاقي ان هي الايه? الهيت بتاعته هوف لان ده وان الكترون راح كده ده هومه ايه وان الكترون راحة الاكسجن دي وان الكترون هنا. بالهيتنج طبعا او باليوفي لايت فتكون عندي اول فري راديكال اللي هو البنزوهاي الاكسي راديكال. يبقى دي اول خطوة اللي هي الايه? الانشيش. اول فري راديكال ده بقى يتوجد اهو احنا يعني اهنا لكن ممكن تتكسر وبيكسر. فبتبقى هي تتكسر برضو هومه هوموليتك بيتكون هنا اهي مع وان الكترون بيعملوا سيجما بوند ويتفضل من وراح فين? راح الكربون دي عمالي الايه? من ايه بقى? من الكربون. هيبدأ عندي خطوة بقى انا خلاص كونت اول كربون عليها ايه? اه وان الكترون فري راديكال. فبيحصل ايه? خلاص بقى. كل كربون هتشوف الباي بوند هتكسرها وتعمل انازر بوند. هيتكون تاني انازر فري راديكال. انسو ان عدد كبير جدا من الادشن ري اكشنز هتبدأ تتم. ولا ايه ان الموليكولورويت الصغير لو ما كانوا اتنين كربون بقوا مية بقوا الف بقوا الفين كربون اه في وانتشين ده اللي هو اسمه ايه? اسمه البوليمور. خطوة الايه? البروباجيشن. طب خلاص. كل اللي في عندي اختفت. كلها بقى تفري راديكال. هنعملي بقى لازم نعمل خطوة اسمها ايه? كل اتنين كربون تشين بقى كبار كده فيها الف ولا فيها الفين ولا فيها خمسمية كربون هيبدأوا ايه? يعملوا بوند مع بعض. كل اتنين هيعملوا سيجما بوند مع بعض. كل كربون طبعا عندها وان الكترون فخلاص يعملوا سيجما بوند مع بعض. تبقى هاي دي خطوة الترمنيشن. وهو ده الفاينل برودكت بتاعي اللي هو الفاينل بوليمور. تمام. وده مهم جدا لان طبعا زي ما قلنا البوليمورز بقى اشكال وانواع وفيه طبعا اكتر من طريقة لتحضرها بس دي من ضمن الطرق المهمة جدا اللي هي الفري راديكال ايه اديشن. طيب. اهتم احنا بقى بالفري راديكال. ممكن بقى نستخدمه في تحضير الالكايل هلايد اللي هو الفري راديكال. فري راديكال انتي ماركونيكوف اديشن اف اتش بي ار على الالكين. ادي عندي الالكين. دي الكربون دي طبعا نوت سبستيوت دي مونو سبستيوت. تمام? هحط اتش بي ار. هحط الفري راديكال انشيويتر بتاعي. بنزويل بيروكسايد. البرودكت بيبقى ايه? اديشن الاتش بي ار. اللي اخدناه في اول الالكين كان كان بيحصل ايه ماركونيكوف قال لنا. قال لنا ان الاتش هتدخل هنا. والبي ار هتدخل هنا. طيب. لما هعمل بيبقى اديشن ايه? يعني الاتش هتدخل هنا. اهي. ماشي? والبي ار هتدخل هنا. تمام? فده اديشن. نفس الاولانية اللي هي الانشييشن. تمام? ستيبت تانية. برضو بيتكون عندي البرومايت فري راديكال. بعد كده هيبدأ البرومايت فري راديكال. بتبدأ تبص على ايه? بتبدأ تبص على اللي هي الباي بوند وتكسرها. ففي احتمالين. يا اما البي ار تدخل هنا. يا اما البي ار تدخل هنا. نعمل الاحتمالين. ونشوف مين اللي بتاعه. اقل في الانرجي او المين المورستيول هو ده البصوية اللي احنا هنمشي فيه. لان احنا جينا دلوقتي للايه? بتاعيتنا انا همشي كده ولا همشي كده? اوكي. ناخد الاحتمال الاول ان البي ار تدخل هنا. والفري راديكال يتكون هنا. اهي. طيب ده زيه زي الكربو كتاين. كربون عندها اوربتال بس الاوربتال ده في ايه? فمحتاجة الكترون تاني. ده سمو ساكندري راديكال. اهي. كربون دي كانش طب لو عملنا التانية. ان البي ار دخلت كده والراديكال جيه هنا. اهو. ده برايماري راديكال. احنا خلاص. عرفنا ان الساكندري مورستيبل عن الايه? عن سواء كان راديكال او كربو كتاين. اوكي? فاكيد الكمبوند بتاعي هيمشي فيه ده. تمام? ده مش هيتكون لانه طبعا اه. هيتكون ده ماشي بعد كده خطوة ان هيعمل اتاك على اوكي? بياخد ويدين اللي يبدأ تاني ايه? يعمل نفس ايه? الخطوة التانية دي. ويترنوا كده لحد ما كل تختفي وهيبقى عندي كله يبدأوا يتفاعلوا مع بعض ويدين الايه? هنا او او ايه اللي هيحصل. خلاص? كل اللي هيميني انا حصل اهو تبع ايه? انتي ماركونيكوف. يبقى انا لما اشوف الكين ويتش بي ار ويلاقي برودكت انتي ماركونيكوف. لازم لازم اقول ان انا هحط الايه الانشيتر عشان امشيه ملقتش البرودكت ده ولقيت ان عادي خلاص ايه مش محتياج انشيتر وهامشي الكتروفينك اديشن. كده احنا خلصنا مع بعض الالكين. وان شاء الله المحاضرة الجاية تبقى اخر محاضرة اللي هي الالكة.